ايها الاباء والامهات والازاد لا تتعبوا انفسكم في بناء كترة المنازل والعمارات وصراء كترة الاراضي الساشعة والواسعة وتزعمون انكم تضمنون لنا مستقبلنا ولكني اقول لكم وباسم هذه الوجوه الطيبة البريئة انكم ستتركونها وراءكم ظهريا سنتنازع عليها بعد موتكم من سيحصلان الاكثر وستبقى الحصيلة القرآن قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم اذا ماذا نطلب منكم نطلب منكم ان تبنوا لكم ولنا بيتا في الجنة وهل يمكن ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة اذا ساهموا معنا في بناء هذا المسجد الذي سيبقى صرحا تاريخيا يعبد فيه الله وعده وستكون لكم صدقة جارية فكل مصل يصلي هنا وكل قارئ للقرآن هنا وكل طفل تعلم صورة هنا ستحصلون على الاجر باذن الله شكرا اذا نطلب منكم ان تبنوا لنا هذا المسجد كي نتعلم فيه اللغة العربية والقرآن والإسلام الصحيح ترجمة نانسي قنقر شكرا